بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 280 مليون شخص غادروا بلدانهم للبحث عن الأمن والكرامة وحياة أفضل مبينة أن طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر تزايدت في الآوينة الأخيرة إذ فقد ما لا يقل عن 51 ألف مهاجر حياتهم واختفى آلاف آخرون على مدى السنوات الثمان الماضية من بين اللاجئين حول العالم اضطر ملايين العراقيين إلى الهجرة من بلدهم بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاضطهاد والظلم والطائفية وما زالوا يعيشون في ظروف صعبة مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل إلا أن ثمت مخاطر كثيرة وكبيرة تواجه العراقيين في رحلة الهجرة سواء في البر أو البحر لكنهم يصرون على هذه الرحلة المحفوفة بالمجهول والتي قد تنتهي بالغرق أو الموت جوعا وسط الغابات الشاسعة ورغم تلك الصعوبات فإنهم يجازفون بأرواحهم وعوائلهم فرارا من الوضع المأساوي في العراق الذي لم يعد صالحا للعيش شريحة الشباب هم الأكثر تفكيرا بالهجرة فقد أصبح حلما لا يفارق الكثير من العراقيين وفقا للجنة الأسكوا الأممية في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد وتراجع المستوى الأمني والاقتصادي وهيمنة الأحزاب السياسية على مقدرات البلد وعمليات القتل والاعتقال والتصفيات التي تقودها الميليشيات المسلحة وغياب أفق واضح لحل هذه المشاكل لم تتوقف هجرة العراقيين إلى الخارج فقط بل إن هناك هجرة وتهجيرا قسريا داخل البلد بدوافع طائفية سعيا للتغيير الديمغرافي وهجرة من الريف إلى المدينة كذلك بسبب شح المياه والوضع الاقتصادي المتردي الحكومات والأحزاب العراقية مسؤولة بشكل مباشر عن هجرة العراقيين في الداخل والخارج وتحملهم مخاطر كبيرة في سبيل الوصول إلى مناطق آمنة والبحث عن حياة أفضل فيما يرى مراقبون أن استمرار الطبقة السياسية الحالية ومساعي الأحزاب للتناوب على السلطة سيؤدي إلى استمرار الهجرة بشكل أكبر اشتركوا في القناة